ترامدول بقى لما يجي يصحب واحد بترامدول بيصحبه بطريقة تانية يقول له إيه أنت عندك مثلا يعرف أنه عنده مشكلة في العلاقة الجنسية مع الزوجته في صورة قصف يقول له دي هتحلها لك هي فعلا هتحلها لكن ما بيكملوش بقى إلا هيحصله بقى بعد كده فبيبتدي بحباية والجرعات تبتدي تتزايد ده الترامدول آه لما يجي يقول له دي بتحل سرعة القصف المشكلة بتاعتك هي فعلا هتحلها مؤقتا ما بيكملوش بيقول لا تقربوا الصلاة ويكملش آه وعنتم سكارة هم ما بيكملهاش بيسيبوا هو يكتشفها بس بيكتشفها بعد فوات الأوان إيه اللي بيحصل بقى معها جرعة البرشام دي هتبتدي تزيد لأن الجرعة ما باتش جيب نتيجة وهيبتدي يحصل له أن الحيوانات المنوية تبقى غير قادرة على تخصيب البوايدة فهيصل له حاجة اسمها عقم ثاناوي ما بيقرش يخلف آه ونسبة كبيرة منهم ما بتخلفش وفيه شباب بالتلاتينات عندهم المشكلة دي تلاتينات لا يخلفش تلاتين سنة وما بيخلفش ومش فاهم وبيروح يسأل الدكتور علشان الخلفة والدكتور ما عرفش أنه بياخد ترامدول يبتدي يخش في سكة علاج في حين أن الحل حال بسيط جدا يوقف ترامدول ويستنى تلات شهور الحيوانات المنوية تبتدي تتكون تاني ويخلف قبل ما نروح لبقية أنواع المخدرات وزي نعالجها ما فيش شك أن الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيقوم بدور مهم جدا في التصدي لخطر الإدمان وبينجح في علاج كتير جدا من الحالات اللي موجودة في المجتمع ترجمة نانسي قنقر